بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلام متابعين الكرام أهلا وسلام كل اللي بيسمعني لأول مرة معكم الصفاء قناة يوتيوك اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشتركوا في فعل القرص حاب بعرفون في قناة ثانية يسمع يوتيوك معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين القناة اللي بنزل فيهم تعبير وإنشاءات ووضعيات إدماجية وحلول وتلخي الزروس وباقي محتوى القناة لا تنسوا اللايك ومنت حلو للقناة يمكنكم الوصول للقناة الثانية اللي بيسمعني لأول مرة ولا مش عارف يوصل لها ممكن يكتف البحث يوتيوك معرفة أو ممكن يبحث في هذه القناة عند الصفحة الرئيسية عند الفيديوهات الميازة من تحت أسفل الفيديوهات حي يجدها هيجد القناة يوتيوك معرفة مكتوبة أسفل الفيديوهات اليوم متعبير حواري بينك وبين صديقك عن الشهيدة حسيبة بن بولي بناء طلب أحد المتابعين يريد تعبير حواري عن حسيبة بن بولي موجود في القناة تعبير عن حسيبة بن بولي حوار بين صحفي وحسيبة بن بولي واليوم حوار بين صديق وبين صديقين عن الشهيدة حسيبة بن بولي إذا أردت حوار بين الشهيدة حسيبة وبين صحفي موجود في القناة ولكن اليوم حوار بين صديقين مقدمة وعرض وخاتبة مقدمة أترك بايات ذات يوم دار حوار بيني وبين زميلي أو بين صديقي وممكن نذكر اسمه بين زميلي أحمد هنا نكتب أحمد ذات يوم دار حوار بيني وبين زميلي عن الشهيدة حسيبة بن بعلي بطلة من أبطال الجزائر العرض كتبت الحوار قال وقلته والمقدمة كده لمحة عن الموضوع وذكرت اسم الشهيدة في المقدمة قلت يا صديقي هناك الكثير من الشخصيات العظيمة التي دافعت عن الوطن وضحت من أجله فما هي أفضل شخصية عظيمة أعجبت بها وبمواقفها التاريخية سلوب استفهام رد صديقي أحمد أو رد صديقي أو رد زميلي والله يا صديقي جميع الشخصيات أعجبتني وأثرت في شخصيتي في شخصيتي وأثرت في شخصيتي ولكن أذكر لك شخصية معروفة تحدثت عنها التاريخ وعن بطولاتها وأمجادها ألا وهي الشهيدة حسيبة بن بعلي قلت أخبرني ماذا تعرف عنها وما هي بطولاتها رد أحمد ولدت عام 1938 ميلادية في مدينة الشلف والتحقت بالكفاح التحريري وعملت كممرضة ومساعدة اجتماعية للمجاهدين تقدم الأدوية والإسعافات ولقد كانت من أقوى النساء تصنعنا المتفجرات تصنعنا المتفجرات فاستغلت وظيفتها واستغلت وظيفتها في المستشفى للحصول على المواد الكيميائية وتنقلها دون أن يراها العدو قلت نعم يا صديقي حسيبة بن بعلي بطلة وستبقى في قلوبنا وعقولنا ولن أنساها أبدا أو نقول ولن ننساها أبدا ولن ننساها أبدا انتهى كده العرضة ده النقطة أدخل كده على الخاتمة أترك بيعد وفي الأخير انتهى الحوار بقول حسيبة هنا في نقطتين حسيبة بن بعلي رمز التضحية والبطولة والفداء وحقا ما قيل عنها أنها من عظماء الإنسانية أضع نقطة التعبير يبدأ ببيض وينتهي يبدأ ببيض وينتهي بنقطة إذا أردتم الحوار فقط بدون مقدمة ودون خاتمة هتكتب الحوار من أول قلت لحد ولن أنساها أبدا إذا أردتم مقدمة وخاتمة موجودة هالمقدمة وهالعرض وهذه الخاتمة وظفت مؤشرات النمط الحواري قلت قال أفعل القول قلت قال رد رد وبرضو استخدمت أسليب الإنشائية مؤشرات النمط الحواري أسليب الإنشائية أسلوب استفهام فما هي أفضل شخصية عظيمة أعجبت بها ومواقفها التاريخية سؤال أخبر ماذا تعرف عنها وما هي بطولتها برضو أسلوب استفهام سؤال واستخدمنا الضمائر أيضا واشترات النمط الحواري يا رب بالفيديو أعجبكم أشكركم على حسن الاستماع وترككم في رعاية الله كانت معكم مصطحة في قناة يوتيوك لا تنسوا الاشتراك في القناتين وتفيل الجرس إذا أعجبكم الفيديو أعملونا اللايك وإذا أخذت جود منه أعملونا اللايك وإذا استفدت منه أعملونا اللايك ووزبتوا جود أبقوا كومنت حلو أراكم في الفيديوهات القادمة إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة